السلام عليكم اليوم موضوعنا عن التمرين الاول اللي رح ناخذه هو عمل مدرج احنا بالنسبة اننا رسمنا مسلك تيكلولوجي لهذا التمرين الموجود ادنا وهو اول شي احنا لازم نعرف شنو نوع المعدن اللي رح نستخدمه طبعا المعدن الموجود ادناه هو معدن الالمنيوم الصاب نوع القلم اللي رح نستخدمه هو القلم هذا اللي شكله مثلة الشكل يكون اتش اس اس صلوب السرعات العالية يتحمل درجة مقاومة 600 درجة شكل القلم هذا شكله هو مثلث الشكل نجي بالنسبة للقطعة معلتنا هذه هي خطعة العمل او الشفت الاصطواني مثبت من الجهة الاولى بالغراب المتحرك حسب الثقوب الموجود هنا اول شي احنا مسوي لثقوب وبعدها يعني ثقوب سنتر ومثبتين طوبة السنتر من جهة من طرف والطرف الاخر الموجود عندنا مثبت بالغراب المتحرك طول القطعة المطلوب هي 125 مليمتر والقطر الموجود عندنا حسب القطعة لان هي صاب لمن يوم صاب فهي خمسين او شوية اكثر من خمسين احنا على كل ان اول شي نبدي بتنظيف القطعة نسويها نثبتها بهالشكل هذا وبعدين نبدي نحدد بعد ما وصلناها لمرحلة الخمسين يعني احتمال ايه واحد وخمسين واحد وخمسين وشوية احنا اش راح نسوي راح نبدي نثبت الطول مالتنا هذا الموجود عندنا ناخذ من هذا خط الصفر مع القطعة مالتنا لهذا المسافة 85 بالفيرنية نفتح الفيرنية بقياس 85 مليم ونبدي نحدد خط بقلم الخراطة نحدد خط بقلم الخراطة رح نزيل هذا الجزء نسوي لها عملية خراطة بازالة جزء من المعدن الجزء المسال قلنا نسميه رايش هذه الطول الموجود عندنا اللي هو 85 القطرج قد رح نسويه نسويه 35 مليم طبعا احنا مو جرة واحدة رح ناخذها حسب نوع المعدن الموجود عندنا يعني احتمال 20 أو 14 أو نصف مليم ما ناخذ أزيد بعدها رح نحدد الطول الباقي المتبقي 40 خراطة على قطر 45 حدد طول 40 خراطة على قطر 45 هذا الميلان اللي صاير عندنا نتيجة لأن القلم مثلث الشكل يعني حافة القلم هذي تكون مائلة فيطلع بهالشكل مائل كوننا احنا استخدمنا قلم مثلث الشكل بعدها رح نكمل التمرين مالتنا نبدي نحدد يعني بعد ما أخذنا هنا طول 85 خراطة على قطر 35 أكبر قطر بعدين نحدد طول 45 خراطة على قطر 30 فهذه الجهة كملت يأما نقلب القطعة أو نبقى على نفس الاتجاه إذا كان بها طول أزيد من 125 لأن احنا طول المراتية 125 إذا قلبنا القطعة بعد ما رح نحتاج إلى طوبة السنتر ما رح نحتاج إلى طوبة السنتر بس إذا مثبتها بنفس الاتجاه يعني من طرفين مننا الغراب المتحرك الثابت ومننا الغراب المتحرك رح نبدي نحدد هذا الطول إحنا أخذناه 45 حنحدد 14 ناخذ خط بقلم الخراطة مسافة 3 حسب ميلان القلم ونبدي طول 20 طول 20 على قطر 35 كملناها كملت بهالشكل هذا ورح ما نكمل إحنا هذه الحافة المكسورة قلنا سببها نهاية شكل القلم مثلث الشكل مثلا ما وضحنا هنا شكله مثلث فما يصير الميلان هنا أو يصير هنا هذا حسب التمرين اللي اسمه المدرج وشكرا